وكذلك لو قال الله أكبر لم يصح تكبيره لأن المعنى يتغير ولا يستحب مد تكبيرة الإحرام يعني لو الإمام أو غير الإمام قال الله أكبر نقول هذا المد من أين أتيت به وهذا المد يدل على أن الإمام غير فقيه لماذا؟ لأنه ممكن بعض المأمومين والإمام يمد التكبيرة الإحرام يكون كبروا قبله وهو ما بعد انتهى من الرأ ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله التكبير جزم والسلام جزم وقال غير واحد من العلماء يعني أكثر من يعني عدد قالوا من فقه الإمام جزم التكبير وجزم التسليم إيش يعني جزم التكبير؟ الله أكبر ما يمد فيها وكذلك التسليم يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله ممكن في المدة هذه يكون في ناس سلموا خلصوا قبل الإمام فيجتمع جهل الإمام وجهلهم جهل الإمام لأنه يمد في غير موضع المد والمد في تكبيرة الإحرام والمد في التسليم يعرض صلاة المأمومين للبطلان لأنهم ربما كبروا انتهوا من التكبير قبل الإمام أو انتهوا من التسليم قبل الإمام ولا يصح للمأموم أن يكبر قبل الإمام ولا أن يسلم قبل الإمام ولذلك قال العلماء التكبير جزم والسلام جزم فإذا كنت إماما فإن من فقهك ألا تمد التكبير تقول الله أكبر هذا مد الطبيعي الله ألف ومن الأخطاء الله أكبر الله أكبر الله هذه فتحة ما هي ألف إذن الله أكبر ألف حركتين مقدار فتحتين معروفة ما فيها وسوسة ولا كلام الله أكبر تكبيرة الإحرام جزم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله بالألف ما يمد رحمة الله أكثر من ألف ولا يمد السلام أكثر من ألف السلام السلام ألف ما يقول السلام إذن التكبير جزم والسلام جزم من فقه الإمام أن يجزم بهما لألا يعرض صلاة بعض المأمومين من المستعجلين أو من الجهلة للبطلان الإمام من فقه أن يوقع المأمومين في الحرج أو البطلان وفي المأمومين من يجهل الرابع من شروط تكبيرة الإحرام أن يأتي بلفظ التكبير وهو قائم فما يجوز واحد يكبر الإحرام وهو منحني وكثير من المستعجلين من المتعجلين من العجولين من العجولين في الصلاة يجي مندفعا يريد أن يلحق الإمام وهو راكع فيكبر الإحرام وهو راكع هذا المأموم يقول الله أكبر هذا اللي يكبر الإحرام الله أكبر لا تصح صلاته لماذا؟ لأن من شرط صحة تكبيرة الإحرام أن يأتي بها وهو قائم الله أكبر ثم يركع لو قال الله أكبر لا تصح صلاته انظر يا عبد الله في المساجد في المستعجلين لهؤلاء العجولين الذين يأتون مهرولين خلاف السنة فلا تأتوها وأنتم تسعون إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون انظر كم واحد منهم صلاته باطلة وهو لا يدري لا يدري ما في فقه وهذه أهمية التفقه في الدين تصحيح العبادات تصحيح العبادات من أعظم مقاصد الفقه تصحيح العبادات أما واحد يأتي بتكبيرة الإحرام جزء منها قائما وجزء منها راكعا ما هي صح ولا تنعقد الصلاة ما تصح الصلاة لازم تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت في حال القيام كاملة لاحظ المستعجل مسكين المستعجل دمر يعني صلاته وفرضه عجل عجل بلا فقه قف حتى لو فاتت ركعة حتى لو فاتك الركوع إش الفائدة إنه واحد يلحق الركوع وما تصح صلاته ما الفائدة من أن يلحق الركوع ولا تصح صلاته تذكروا جيدا هذه الحركة الخاطئة التي يفعلها كثيرون إذا وقف إذا جاء مستعجل وراء الإمام هكذا يكبر الإحرام الله أكبر هذا لا تصح صلاته نسأل الله العفو والعافية فلابد إذن أن يكبر قائما الله أكبر ثم يركع نعم له أن يكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتي بتكبيرتين لكن تكفي تكبيرة الإحرام نعم تكفي تكبيرة الإحرام لكن لا بد أن تكون حال القيام لا بد أن تكون حال القيام بكل حروفها الله أكبر وإنت قائم بكل حروفها الشرط الخامس أن يحرك لسانه بالتكبير الله أكبر يحرك لسانه لكن لو واحد جاء قال لو قال لا تصح صلاته ما تحرك اللسان ولا تحركت الشفتان معناها ما قرأ التكبير ولا ذكر التكبير ولا تلفظ بالتكبير وين التلفظ أنت استحضرته بقلبك فقط عندما تقول أين التكبير لم يحصل لازم الله أكبر لو أسمعت نفسك لابد من حركة اللسان والشفتين أما مجرد تمريرها على القلب ما يكفي في التكبير وقد نقل ابن رشد رحمه الله عن الإمام مالك أنه سئل عن الذي يقرأ في الصلاة لا يسمع أحدا ولا نفسه ولا يحرك به لسانا فقال مالك رحمه الله ليست هذه قراءة وإنما القراءة ما حرك له اللسان فإذا قرأ الإنسان فقط بقلبه لا تصح وكذلك أذكار الصلاة لابد من حركة اللسان والشفتين لأن هذه أقوال أذكار أذكار ترجمة نانسي قنقر